لا تحتمل ظروف بين مصر وإسرائيل حادثة جديدة بالنظر إلى العلاقات المتوترة بين البلدين في أعقاب تصعيد الحاصل في مدينة رفح الحدودية بين قطاع غزة ومصر اجتباك نادر وقع اليوم بين الجيشين المصري والإسرائيلي على إثره سقط جندي مصري وجرح اثنان آخران وفق ما ذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية وسائل أعلام إسرائيلية أكدت على أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار وأكدت أيضا على أن الاشتباك تم بالأسلحة النارية بين الجيشين دون اشتراك الدبابات الجانبان المصري والإسرائيلي بدأ على حدة تحقيقا في الحادثة بينما أشار مسؤول إسرائيلي إلى وجود مناقشات مع كبار المسؤولين المصريين ووصفها بالهادئة تحقيقات مصر خلصت حتى الآن إلى أن إطلاق نار وقع بين قوات إسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين وأن عنصرا من التأمين المصري اتخذ إجراءات الحماية وتعامل مع مصدر النيران تأتي الحادثة في سياق توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب منذ اشتياح إسرائيل لمعبر رفح وقد حذر الرئيس المصري من مخاطر العملية الإسرائيلية على الحدود مع بلاده لم يكن مضى على الحرب سوى يوما واحدا إلا وبدأت التوترات مع الجانب المصري ففي الثامن من أكتوبر وأثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في الإسكندرية قتل سائحين إسرائيليين برصاص شرطي في المدينة بحسب مصادر أمنية مصرية في الشهر ذاته وتحديدا في الثاني والعشرين من أكتوبر أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية توترات وحوادث وصلت حد الإخلال باتفاقية السلام والسيطرة على معبر رفح في السابع من شهر مايو 2024 مع دخول الدبابات الإسرائيلية إلى المعبر تطورات على الأرض دفعت القاهرة بعدها بأيام بالتلويح بانسحابها من دور الوساطة في المفاوضات بين الجنب الإسرائيلي وحماس والتأكيد على رفضها محاولات التهجير وفي أول حديثة من نوعها منذ بدء الحرب قتلت أنيران الإسرائيلية جنديا مصريا في تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين عند معبر رفح في السابع والعشرين من مايو من عام 2024 ينضم إلي من القاهرة عبر الأقمار الصناعية سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ومن تل أبيب عبر تطبيق زوم السفير ألن لئيل المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية أهلا بكم سعادة سفير حسين أبدأ معك يعني بينما وسائل الإعلام إسرائيلية تؤكد على أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار هذه مصادر أمنية مصرية الآن تقول أن التحقيقات الأولية تشير إلى إطلاق النار في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النايران وأنه كان هناك إطلاق نار بين قوات إسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين ما الذي حصل باعتقادك؟ مساء الخير فانديم طبعا ننتظر النتائج النهائية للتحقيق اللي هتقوم به قوات المسلحة المصرية النتائج التمهيدية دي حضرتك يعني هي تمهيدية لكن كان سبق لمصر على أعلى مستوى في الماضي حذرت من عواقب وخيمة في حالة تواجد قوات للجيش الإسرائيلي على مقربة من الحدود المصرية مع بتاع غزة وتحديدا في رفح ومن ضمن هذه العواقب الوخيمة طبعا حوادث مثل ما حدث اليوم ومستشهد فيها جندي مصري وأصيبة أخرى فطبعا ودي الحادث دوت هو ربما الأول لكن طالما تواجدت القوات الإسرائيلية على مقربة من حدود المصرية مع بتاع غزة بدينة رفح فلا أستطيع أقول أن هذه الحادثة هي الأخيرة لكن أعتقد أنه على المستوى الرسمي ستبقى في محاولات حضرتك لإحتواء ما حدث اليوم لكن على المستوى الشعبي أعتقد أن المشاعر في مصر بتتصاعد ضد إسرائيل ليس فقط بسبب التمنتشر الماضية وما اخترافته إسرائيل من جرائم في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنما يأتي حادثة اليوم ليضيف من مشاعر الغضب والسخت لدى الجماهير المصرية ولذلك هدئات مصر المتكررة سواء في اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية أو في اتصالات مع الإدارة الأمريكية أو مع الدول الأوروبية وكذلك أمام مجلس الأمن وأمام الجماهية العامة أن دائما مصر بتنادي بخطورة تواجد القوات الإسرائيلية في الأماكن المتواجدة فيها الآن في رفع وتطالب بانسحبها وأعتقد أن ما حدث اليوم هذا الحدث المأساوي أثبت صحة الموقف المصري والرؤية المصرية بعيدة المدى للمخاطر النجمة عن انتشار الجيش الإسرائيلي على حدودنا مع قطاع غزة نعم سيد ألن وسائل الإعلام الإسرائيلية كما ذكرت تؤكد على أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار رغم أنه في تحقيقات من الجانب الإسرائيلي يبدو أن وسائل الإعلام الإسرائيلية استبقت هذه التحقيقات لكن على أي أساس يتم الحديث الآن أو تأكيد على أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار لا يمكن تأكيد شيئا في الوقت الحالي ليس لدينا المعلومات الكافية حاليا وفي ظهيرة هذا اليوم بدأت وسائل الإعلام تقول أن هناك تبادل إطلاق نار وبالتالي تم سقوط أحد الجنود المصريين ليست هناك معلومات كافية للتحقيق في هذا الوقت الحالي هذه تزيد من التوتر ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في التوتر على صعيد العالمي مصر من الناحية الدبلوماسية هي مصدر قالقة ليس فقط نتيجة هذه الحادثة التي حدثت اليوم ومقتل الجندي لقد سبب هذا التوتر كبير أعتقد أن الجانبين يجب أن يتكاتف جهودهما ويحققان معنا لكي لا تحقق تابعات وخيمة أكثر وأكثر لكن قبل التعاون بالتحقيق إسرائيل لا تتعاون مع الجانب المصري على الأرض هل لك أن تشرح لي كيف للجيش الإسرائيلي إذا كان ينفذ عملية أو يفتح النيران على مقاتلين فلسطينيين هكذا تقول التحقيقات الأولية من الجانب المصري لكن بغض النظر في أي عملية تحصل في هذه المنطقة الحدودية هل يمكن أن نفهم كيف يتم فتح النيران من دون الأخبعين لاعتبار أنه على الجانب الآخر هناك جنود مصريين وأنه يمكن أن تطال هذه النيران أحد هؤلاء الجنود أنا لست شخصا عسكريا ولقد رأيت صورا فقط من هذه الحادثة ولكن ما يمكنني القول في هذا الصدد هو أن قرب الجنود من بعضهم البعض كما تكلمنا عنه آنفا من الأرجح أنه سوف يسبب توترا أكثر وأكثر وبالتالي حوادث أكثر وأكثر إن مصر ضد نحن الإسرائيليين أن نواصل العمليات على معضر رافع ومصر الآن تنظر إلى أن إسرائيل لا تتبع الأمور لكن في نهاية معبر سيد آلون هو معبر وبالتالي وليس مكان لتنفيذ عمليات عسكرية من هنا اسمح لي أن نعود بالسؤال سعادة سفير حسين سعادة سفير قلت أن مصر على الأرجح ستتجه لاحتواء هذا الموقف لكن ما الحل باعتقادك حتى لا تتكرر هذه الحادثة وهل يمكن التفاهم على الجانب الإسرائيلي بشأنها هو الحل طبعا مصر حضرتك طالبت بيه أنه انسحاب القوات الإسرائيلية من رفح كليتا لكن أعتقد أنه استبعد يبقى فيه حل لمسألة رفح مع الجانب الإسرائيلي هو إذا كان حيبقى فيه حل لهذه المسألة هي هتتم حضرتك عبر اتصالات مصرية أمريكية من جانب والاتصالات أمريكية إسرائيلية من جانب آخر خلال الاتصال التليفوني الذي تم منذ عدة أيام بين السيد الرئيس وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن تم تناول هذا الموضوع ووعد الرئيس الأمريكي بايدن بإرسال طاقم من مجلس الأمن الوطني إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع نزرائهم في مجال الأمن القومي في مصر لبحث للاتفاق على ترتيبات مؤقتة بالنسبة حضرتك لمعبر رفح ده من جانب من جانب آخر إذا الجهود الوساطة تم استقنافها كان فيه كلام حضرتك تقارير صحفية أن هي هتستقنف غدا لكن طبعا الإطار اللي حتم فيه هذه الجهود إذا انعقدت جولة غدا أعتقد الإطار ما شجحش على قدر كبير من التفاعل لكن عموما إذا افترضنا أنه فيه نوايا صادقة من جانب إسرائيل وتحديدا من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو من أجل إنجاح هذه الوساطة فيمكن التوصل إلى ترتيبات مؤقتة بالنسبة لمعبر رفح اليوم الأخبار التي وردتنا من بروكسل بتشير أنه الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى الموافقة على إحياء بحثة المراقبة الأوروبية التي كانت متواجدة عند معبر رفح اعتبارا من 2005 وحتى يونيو 2007 تاريخ استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة فانسحبت البحثة المراقبين هذا حل يرضي مصر ومصر قبلته في ذلك الوقت ومصر ستقبله بدون شك مصر بتعيده الآن لكن ما تعرضه مصر تماما استمرار لا حضرتك لما هو هذا حل مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة وإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني في المعبر من هنا أعود بالسؤال لسيد آلون سيد آلون يعني بعد مجزرة رفح التي تابعناها أمس وقبل أمس خرج نتنياهو وقال أنه حصل خطأ قام أو اقترف الجيش الإسرائيلي بخطأ أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية يعني كثرت أخطاء الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين وبالتالي هذه الحادثة على معبر رفح يمكن أن تتكرر إن كان لناحية الأبرياء المدنيين أو لناحية الجنود المصريين على الجانب الآخر على بعد أنتار قليلة فبالتالي هل تعتقد أنه نتنياهو يمكن أن تدفعه هذه الحادثة والمباحثات التي يمكن أن تجرى مع الجانب المصري للانسحاب من معبر رفح هذا ما أردت أن أؤكد عليه أن المشكلة مع مصر هو فقط حول أو جزء من المشكلة الأساسية التي تعاني منه إسرائيل خاصة الآن عندما تم استهداف المدنيين كما تعرفين أن المحكمة الدولية المحكمة العدل الدولية قلنا لهم أننا لن نتوقف عن تفادي المدنيين نحن الآن لدينا مشاكل كثيرة تحدث على الصعيد الدولي إضافة إلى التوترات التي تحدث الآن مع مصر وأعتقد بالتالي أن هذا التوتر تكاتف الجهود للبلدين والاعتراف بفلسطين من قبل الدول الأوروبية سوف توضح لنتنياهو ولي الأحزاب أو الحكومة الإسرائيلية أننا لن نريد تواصل الحرب هذا ما آمل آمل أن إسرائيل تبدأ لسماع أو للاستماع إلى المجتمع الدولي وأن تجد طريقة لإنهاء أو لحل مسألة المفاوضة حل الرهائن وإنهاء الحرب ومواجهة هذه الانتقادات لهذه الموجة من الانتقادات التي تأتيها من الصعيد الدولي نعم وسوف نواصل قيام بهذه الجهود في رفح لتكاتف مع مصر وإلا إلا نقوم بذلك سوف تواجهون مشاكل عن صعيد الدولي شكراً سفير ألون لئيل المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية شكر موصولي سعادة سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصر الأسبق شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم